دي المباراة الأولى في دور المجموعات للنادي الآحي أما نادي الزمالك فدي المباراة الثانية لي مباراة السجرادة بالظلط بعد التعادل مع بيترو أتلتكوم في المباراة الأولى بسوق حظ بصراحة يعني سوق حظ المباراة الأولى وطبعاً أكيد كان فيه أخطاء فنية وأخطاء فردية وارد أي خسارة نقاط يبقى فيها كل شيء بس طبعاً حظ العاسر بصراحة كان ويف قدام الزمالك في هذه المؤجرة الأول الزمالك خسارة في الدوري في بطولة الأفريقية أمام بيترو أتليتكو والأمور صعبة ولكن هو بلعب مع منافس المفروض أنه هو أسهل منافس في المجموع يعني أنا بقول برضو الزمالك يعني أنا بشابهه برضو يعني زي النادي الأهل برضو نادي بتقول عنده لعبة خبرات كويسة جدا عنده لعبة دوليين كويسة جدا لعب على المستوى الأفريقية في قده كتير وفي لعبة طاقسة بقى وملاعب وكل هذي الأمور ولكن شاف الماتش الأخير مع بيترو أتليتكو لا الفرقة ما كانش كويسة بصراحة لعني إدى فرصة للبيترو أتليتكو أنه يمس الكورة أنه يهاجم نادي الزمالك وانادي زمالك بتلعب في ملعبك المفروض النهاردة بتلعب عندك الأسلوب وعندك التكتيك المناسب لذي المباراة وإنت تقدر تخلي دايما فرقة المنافسة النهاردة تحت ضغط طيب سأنا عامل يا كابتن فاتح لما يبقى عندي 4 أو 5 كور في العرضة وكور جنبي العرضة ما أنا فيه فيه سوق حظه فيه سوق توفيق إذا فأنا ساعات مثلا بحط نفسي مكان حضراتك مثلا إنت مدرب وقف على الدكة برا فيه سوق عملتوا طبعه مليه تانيش لا فيه سوق ساعات أحيانا الفرقة بلازم سوق توفيق أو ساعات إهضار فرص سهلة جدا صح ولكن زي ما قلتلك برضو الزمال كونه يتعدل مع بيترو أتلتك هنا في القاهرة برضو بيبقى صعبة شوية يفقد نقطتين بطبع صعبة أولا خاصة النهائف مستهل مشواره في دول المنوعات طبعا بيتفقد بعد كده خسر المباراة مباراة سموحة فالأمور تتأزم أكتر يتعامل إزاي مع مباراة زكرادة مع هذه الظروف الصعبة أنا بكلمك على الناحية المعنوية قبل كبير لا و بس طبعا أنا يمكن دور برضو مجلس إدارة ناس الزمالك المفروض يعني برضو إذا كان هناك هزيمة من سموحة وتعادل مع بيترو أتلتك لازم يبقى النهاردة فيه اجتماع حتى مع اللعيبة برضو فيه حوافز فيه النهاردة دافع قويس جدا دافع معناوية النهاردة خلاص ببتدي حتى بنعمل ستارت جديد في المباراة القادمة فدي دور مجلس إدارة ودور طبعا لو فيه مشرف على كرة القادم أو لجنة كرة القادم في ناس الزمالك ده دورهم لأن طبعا فيه اللعيبة نفسها والمدير الفن كرترون وأنت احتضغط جامد قوي مخصم بعد برضو الهزيمة من سموحة 2-0 في الدور العام